خلاص يا حضرات 24 ساعة هي اللي بتفصلنا إن شاء الله عن التأهل للدور نصف النهائي في دوري السوبر الافريقي مواجهة العودة بين الاهلي وسمبا التنزاني في الدور الربع النهائي من دوري السوبر الافريقي اللي إن شاء الله هتتلاعب بكرة بإذن الرحمن على استدق القاهرة بحضور جماهيري متوقع أن يكون مكثف وإن شاء الله هنشوف من جماهير النادي الاهلي اللي احنا متعودين نشوفه من جماهير النادي الاهلي وبالكثافة الكاملة عايز اقول لحضراتكم بس التفصيلة كده نقف عندها دقيقتين قبل ما نكمل في السياق موضوعنا لان الحقيقة يعني فيه كتير من الجماهير بتكلم عن المواجهات اللي المفترض انها ان شاء الله هندخل عليها بعد كده فيه الدور نصف النهائي متوقع ان احنا نقابل سانداونز فيه النهائي او نرعب النهائي مع واحدة من فرق شمال افريقيا الوداد الترجي او مواجهة محتملة مع مازينبي كل ده كلام بيتقال وبيكتب بكثافة شديدة جدا يعني بقى ان اخر 48 ساعة مثلا او اخر 24 ساعة بعد نهاية مباراة الزهاب مع سنبا في دار السلام كلام كتير كلام كتير كلام كتير الحقيقة احنا كلمنا في التفصيلة دي قبل كده كذا مرة وكل مرة بنقول نفس الكلمتين هم نفس المؤمن بيتقالوا ان احنا مش من النوع اللي بيستبخ الاحداث خصوصا وان النادي الاهلي طول عمره بياخد كل بطولة خطوة بخطوة فمن امتى بنسيب اللي احنا فيه او اللي احنا بيصدده ونبص على ما هو ابعد مش ده المعتاد من لعيبة النادي الاهلي وعادة ولا حتى من جماهير النادي الاهلي بالاضافة لان الحديث بشكل مكثف بالشكل ده يعني بيعمل حالة من التشتت وعلى فكرة كل الكلام اللي بيكتب على السوشيال ميديا انا بتغالي ان هوان دون هو بشكل او باخر اكيد يوصل للعيبة وبيأثر عليه اشتركوا في القناة